توجد عدة مراحل يمر بها تطور الجهاز التناسلي للجنين الأنسى من هذه المراحل ما يلي أولا المبايض حيث تبدأ المبايض الخاصة بالجنين الأنسى في الظهور مع بداية الأسبوع الثاني عشر من الحمل يمكن أن تكون ظاهرة بشكل واضح إن المبايض تحتوي على أكثر من ست ملايين من البويضات ولا تظهر المبايض الجاهزة للتلقيح سوى مع فترة النضج للفتاة ثانيا الرحم يمكن أن يتكون الرحم في ثاني الأعضاء التي تتكون في الأعضاء التناسلية للجنين الأنسى حيث يتكون بعد مرور أول خمسة أيام من الأسبوع الثاني عشر من الحمل وينزل الرحم من منطقة المعدة في منتصف الأسبوع الثاني عشر ويسكن في الحوض كما يبدأ الرحم في التمدد للبدء في اكتمال نموه ثالثا الشفرتين تكتمل مع مرور الأسبوع الثالث عشر كما أنهما يكتملان معا شأنهم شأن المبايض رابعا البذر يبدأ في النمو مع مرور أول خمسة أيام تقريبا من الأسبوع الرابع عشر وبعد الانتهاء من الرحم والمبايض تكتمل باقي الأعضاء التناسلية في نهاية الأسبوع الرابع عشر من الحمل وتوجد عدة طرق تكنولوجية في تشخيص الجهاز التناسلي للجنين الأنسى من أهم هذه الطرق ما يلي يمكن تشخيص نوع الجنين الأنسى من خلال التصوير بالسونار ولكن في مرحلة متأخرة من الحمل كما يمكن أن تظهر كافة الأعضاء التناسلية للجنين الأنسى بشكل واضح خلال عملية السونار وقد تظهر بعض أعضاء الجنين الأنسى في السونار على هيئة دائرة القرص الهمبورجر ويفهم الطبيب أن الجنين في هذه الحالة هو جنين أنسى يأخذ شكل البذر في السونار شريحة اللحم ويفهم الطبيب نوع الجنين بتلك المصطلحات كما تأخذ الشفارات شكل رغيف الخبز وهنا يفهم الشكل الطبيب الفاحص في حالة ظهور ثلاث خطوط بيضاء اللون هي دليل على أن الجنين أنسى وعندما يكتمل الرحم في بداية الشهر الخامس ويظهر هنا على شكل القرفصاء وهناك عدة أعراض تدل على أن الجنين أنسى ومن هذه الأعراض ما يليه الغسيان بشكل دائم فهذا يدل على ارتفاع هرمونات الحمل بأنسى في الدم الإصابة بالجفاف الدائم حيث تشعر السيدة الحامل بصفة مستمرة أن الحلق جاف بالإضافة إلى جفاف حاد في البشرة فقدان في الوزن وهو من أكثر الأدلة التي تؤكد أن الجنين أنسى هذا لأن الجنين الأنسى يتناول الطعام بكسرة في الرحم النسيان الدائم وهو فقدان القدرة على تذكر أقل الأشياء والتي لم يمر فترة منذ انقضائها الإصابة بالاكتئاب وهو عدم القدرة على تحسين الحالة النفسية للسيدة الإصابة بالضغط النفسي فلا تستطيع أن تستقيم المرأة الحامل في مهام حياتها وتشعر بالضغط الذاتي المستمر ترجمة نانسي قنقر